السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة في الفيديو بتاعني أنا هتكلم عن أفضل خمس أدوات أنا استخدمتهم لإزالة الشعار من الجسم بدون أي أضرار أنا استخدمت الماكينة واستخدمت السويد واستخدمت مقاصة الفتلة وكمان جهاز الشمع وكمان الشفاروت هتكلم معكم عن كل الأدوات دول بالتفصيل واحدة واحدة بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي اللايك أول حاجة أنا هتكلم عنها هي ماكينة براون طبعا أنا جايبا لكم كل جهاز بعلبته عشان أتكلم عن كل جهاز بالتفصيل الماكينة هي دي العلبة اللي كانت جاية فيها هي دي كل الملحقات اللي كانت موجودة معاها الجزء دوت هو ده الجزء اللي بيبقى فيه الملائط هو ده الجزء اللي بيشيل الشعر من الجزور الجزء دوت أنا استخدمته كتير وطبعا كانت أول حاجة أنا استخدمتها بس طبعا كانت أصعب حاجة وكانت أكتر حاجة دمرت لبشرته ودمرت لشكل بشرته الجزء دوت بتاع الأماكن اللي هي الداياء يعني ممكن تستخدميها فوق الحواجب الجزء ده كان بيبقى فيه كشاة وهو ده الجزء الأساسي اللي موجود في الماكينة الجزء اللي فوق ده طبعا انت بتقدر انك تغيريه والجزء اللي موجود حاليا في الماكينة دلوقت ده الجزء ده عامل زي الشفارات ده عبارة عن برضو زي أمواس كده جنب بعض بتستخدميها برضو للبنات اللي عندها حساسية وتستخدميها في الأماكن الحساسة يعني هتبقى حلوة جدا هو ده الجزء الوحيد اللي أنا حسيت انه حلو جدا في الماكينة وعجبني وطبعا الماكينة انت بتحطيها في الكهرباء هو اللمبة لتحت الحمرة دي بتنور وبعد كده بتشتغل هي بالشحن الشحن بيقعد فيها حوالي ساعتين بتقعد في الشحن عشان تشحن الكهرباء ممكن تشغليها من غير الكهرباء بتقعد عشان تشحم حوالي 3 أو 4 ساعة سيبوكوا خالص بقى من الكلام يبقى مكتوب على العلب هو في ناس كتير كلموني واستخدموها وقالوا ان الماكينة دي ما سببتش ليهم اي ضرر بس اصحاب البشرة الجافة انا بنصحهم بلاش يستخدموها لان هتضرهم جامد جدا يعني في نفس الوقت برضو هي مش حلوة قوي زي السويت او الشفارات او جهاز الشامع لان الحاجات دي بتشيل طبقة الجلد اللي تبقى موجودة فوق لان طبقة الجلد دي بتبقى غمقى في نفس الوقت وانا من ضمن الناس اللي بقى حب بقى شيل طبقة الجلد دي لاني دايما البشرة بتبقى جفة جدا جدا ويبقى شكل البشرة مش لطيف فمانصحكوش بيها بعد كده نتكلم بقى عن الجهاز التاني وهو جهاز الفتلة المقص الفتلة ده انا استخدمته كنت جايباه برضو من فترة طويلة انا مش هتكلم عن اسعار الاجهزة دي لان الاجهزة وكل الحاجة الموجودة والادوات اللي انا استخدمتها دي كنت جايباه من فترة طويلة فاسعارها دلوقتي حالين انا مش هارفة هو ايه بس لو حابين تعرفوا اسعارها برضو انا هقول لك على اسعارها حاول لنا اعرف لك مقص الفتلة دوت انا لما استخدمته في الاول الفتلة استخدمتها مرتين تلاتة وبعد كده قطعت طيب انا هرميه بعد كده لا جبت فتلة من اللي هي العادية وبدأت ان انا اربطها بنفس طريقة الفتلة اللي كانت مربوطة بس عملتها كذا مرة استخدمتها على بشرتي طحفة خلاني بطلتي ان انا اروح لموضوع الكوافير بقى والقعدة وخلاني استغنى عن موضوع الكوافير ده خالص لاني كمان انا موضوع الكوافيرات كان بيعمل لي مشكلة وكان عندي نقص مناع وكان دايما بيأثر على بشرتي اي عدوة كنت بلقطها من هناك فريحني خالص مريح جدا في مسكته مش هيتعبلك ايدك بيشيل شعر الوبري زي وزي الفتلة اللي انت بتعمليها بالزبط بس مش هينفع ان انت تستخدميه على جسمك لو هتستخدميه على جسمك ايدك اولا هتوجعك القلم هيبقى الضعف لان انت لما بتشلي هو مش بيشيل كمية من الشعر كتير لا هو بيشيل حاجات بسيطة فطبعا هيشلك يعني اتنين تلاتة كده كده كل مرة مع بعض فمش هينفع ونفس الوقت ايدك هتوجعك بس هو كجهاز للوش حلو جدا وكان سعره مناسب جدا كان اياميها عامل حوالي 30 جنيه فالجهاز ده حلو جدا ابنصحكم انتو تستخدموه بعد كده السويت كلنا عارفين السويت من قديم الازل والناس كلها تستخدمي السويت لو ما كناش بنشتريها جاهزة من بره احنا كنا بنعملها في البيت ودلوقت حاليا موجود السويت اللي بيبقى موجود معاها مخدر ولو انت مش حابة انك تستحملي القلم ومش هتغرفي تستحملي القلم بتاع السويت فانت بتستخدمي مخدر قبليها يعني انت بتحطي المخدر قبلها بحوالي ساعة بتحطي طبقة كبيرة بعد كده بتحطي كيس تقريبا عشان هدومك مش تتلحوس يعني بعد كده بتبدأ ان انت تمسحي بمنديل مكان المخدر وبتستخدمي السويت عادي السويت كان عندي مشكلة في الشتاء ان انا ما بعرفش ان انا اشغلها فكنت بعمل ايه كنت بعمل فكرة حلوة جدا كنت بعمل مية مغلية وبحط في قلبها الكيسة زي ما هي طبعا انا كنت بحطها بالكيسة زي ما هي عشان ما تشربش اي مية وترجع طبوز مني فانتو لما تحطوها صبوها ملفوفة زي ما هي كده كانت بتسيح جامد معي فانا كنت باشيلها وبسيبها لحد ما هي تنشف حاجة بسيطة وبعد كده بشغلها لطول طبعا السويت احنا عارفين فوائدها بتشيل الشعر من الجزور ما بتعملكيش مشكلة جلد الوزة بتشيل طبقة بتاعت الجلد اللي فوق بتفتح البشرة فليها فوائد كتير جدا وانا حاليا ما باستغناش عنها برضو بتستخدميها للاماكن الحساسة لان في حاجات ما بتستخدمي مش بتعرفي تستخدميها للاماكن الحساسة زي جهاز الشمع نيجي بعد كده بقى للشفارات الشفارات انا من ضمن الحاجات اللي انا ما باستغناش عنها خالص لبشريتي انا باستخدم شفارات الفلامينجو هي الشفارات اللي معي دي مش اصلية بس هو ده النوع اللي كان موجود عندي بس كان فعال وكان حلو جدا الشفارات دي ما بتصديش ومريحة جدا في استخدامها زي ما انتوا شايفين هي بتنتيني وبتنفرت كده ممكن تستخدميها على الوش ممكن تستخدميها على باقي الجسم بس مش هتعرفي تتحكمي فيها للاماكن الحساسة يعني منطقة تحت اللي بيت مش هتعرفي تتحكمي فيها انا كنت باستخدمها في الاوقات اللي انا كنت بصراحة ببقى مكسلة استخدم الفتلة ومقص الفتلة فكانت بتنجز جدا طريقة استخدامها انت بتحطي اي نوع مرتب او بتحطي جيل صبار او بتحطي زيت جونسون او زيت جوز الهند اي نوع انت بتفضليه وبتحبيه بعد كده بتحطي وبتستخدميها عادي احنا بنستخدم الحاجات دي ليه قبل ما نستخدمها لان انت لو استخدمتيها من غير الحاجات دي هتجرح بشرتك هي مش بتجرح البشرة خالص انت لو حطتيها على ايديك عمرها ما اتعورك بس لانها بتشيل طبقة الجلد برضو الزيادة اللي بتبقى فوق الوش وبتشلك الشعر الوبري مميزاتها كمان ان انت الشعر ما بيطلعلكيش على طول ما بتخنش الشعراية نفسها وهي طلعة كمان في نفس الوقت ما بتقلش الشعر فحلوة جدا جدا وعملية وسهلة في الاستخدام نيجي بعد كده للأداء اللي بعد كده جهاز الشامع جهاز الشامع انا اول ما استخدمت استخدمت اللي هو النوع النظيف قلت بقى دم استخدم الشامع يبقى لازم اجيب جهاز نظيف بس لقيته مش حلو جدا بيسخن جامد بيعمل حروق في البشرة فقلت لأ اجرب بقى النوع الصيني بس لما جربت النوع الصيني اللي معايا ده تحفى تحفى فوق ما تتخيلوا الجهاز حلو جدا ما بيقعدش فترة طويلة على الجهاز وفي نفس الوقت مش على الكهرباء قصدي مش بيسخن الشامع جامد الجهاز كان جاي معايا الملحقات دي كان جاي معايا مناديل بس كان جاي معايا شوية صغيرين دي المناديل اللي انا استخدمتها وكان جاي معايا المناديل الخفيفة دي بس المناديل الخفيفة دي مش حلوة خالص فانا استخدمت النوع اللي انا جبت اللي هو مكتوب عليه فايف دوت كنت جايبها بخمساشر جنيه استخدمت كذا نوع الشامع وبرضه هسيب لكم اللينك بتاع كل اداة بالتفصيل انا جبت النوع الشامع ده نوع الشامع ده للبشرة الحساسة حلو جدا برضه بيسيح على طول انا كنت استخدمت النوع قبل كده بالصبار كان مجرد انه هو يتحط لو الجو حر شوية كان بيسيح خالص وبينزل كمان من الجهاز طريقة استخدام الجهاز انت بتحط فيه الفيش عادي بعد كده بتحطيها في الكهرباء هو طبعا مش شحن خالص هو انت بتستخدميه هو في الكهرباء بس خلي بالك ما تجيبيش عليه اي مية عشان الجهاز يفضل شغال معاك فترة طويلة طريقة تنظيف الجهاز كانت بتبقى سهلة جدا انك بتحطي زيت جونسون على منديل من المناديل دي او اي منديل عادي وبتدقي انك تمسحي بيها الجهاز واحدة واحدة بيطلع معاك اي شمع لازق في الجهاز طيب انا لو فيه شمع لازق في جسمي تستخدمي برضه زيت جونسون عليه بتدقي انك تمسحي جسمك بزيت جونسون وتدعاك كويس المناطق اللي فيها الشمع لان مش هيطلع الشمع الموجود على جسمك غير الزيت انا جربت استخدم المي قبل كده وما نفعتش خالص ما طلعتش وكانت صعبة جدا فوايده برضو حلوة جدا اول حاجة ما بيعملش حروق في البشرة بيناعم البشرة جدا جدا بيشيل طبقة الجلد اللي بتبقى موجودة برضو اللي انا قلتلكو عليها دي مش هقولكو ان هو بيفتح البشرة لا هو بيسيب البشرة على لونها الطبيعي بس اهم حاجة ان هو ما بيعملش حروق في البشرة وبينعم البشرة جدا جدا اكتر حاجة انا حبيتها في استخدامه انه خلصني من مشكلة جلد الوزة ازاي انا ما عرفش حسني شكل الجلد بتاع البشرة ما بيتقلش الشعر ما بيخليش الشعرية تطلع غليزة كده لما الشعرية بتيجي تطلع بعد كده بتطلع كلها مرة واحدة العكس اللي سويت خالص السويت لما الشعر بيجي يطلع بعد كده بيطلع كل شعرية كده الوحدة فدي مشكلة بتبقى مش محبوبة خالص انا كنت عملت عنه برضو روفيو زي وزي كل الادوات اللي انا استخدمتها دي هسيب لكم اللينك بالتفصيل لواحد وكده في صندوق الوصف طريقة استخدامه سهلة جدا وبتبقى مكتوبة برضو على العيل بقى ها واول حاجة انت بتحطيه في الكهرباء وبتعرفي منين الشمع ساح اول ما الشمع بتميل الجهاز شوية والشمع بيبدأ يميل معاك بتعرفي ان الشمع كده ساح وبعد كده بتبدأي ان انت تحطيه عكس اتجاه الشعر منطقة كبيرة وبعد كده بتحطي المنديل فوق الشمع اللي انت حطت هي بعد كده الطبطبة خفيفة كده بحيس ان المنديل يلزق مع الشمع وبعد كده بتشيلي فالطريقة سهلة جدا كده انا خلصت الريفيو بتاعي وخلصت الريفيو عن الخمس ادويات دول كل واحدة منهم بالتفصيل هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اتمنى ان انا اكون افدتكم والفيديو يكون مفيد كل اداة لها استخدامها وفي نفس الوقت لها فويدها بس اللي انا حبيتها منهم جهاز الشمع والسويت مقص الفتلة والشفارات لكن الماكين انا ما حبيتهاش خالص فلو بتزريني لاول مرة ما تنسيش تشارك في القناة تفعلي زر الجرس وتحطيلي اللايك واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد وريفيو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة